موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام المسيحة عزائي المشاهدي قناة الحياة المسيحية ومتابعي برنامج أبناء الرافدين نتشارك اليوم في موضوع الانتخابات والمناصب وعنوان الحلقة ألا تخجلون إذا كلها تحج وتصلي وتصوم لعد هذا الفساد منين ما تخجلون باسم الدين تكتلون الشعب وبدم الشعب تتوضون لعد منه اللي يسرق البلد والشعب العراق باسم الشعب العراقي وليس لجماعة أهل الإعمامة لو يخص أي دين حتى لو كان هذا الدين الإسلامي لأن باسم هذا الدين ضاع حق الشعب من المسيحيين والصابقة والتركمان واليزيدية وكل هذا باسم الدين الإسلامي من أهل الإعمامة وكلهم حرامية الشيوخ والسادة ورجال الدين المعممين حتى المسلم ما خلص من الإسلام وأهل الإعمامة والشيوخ سنة وشيعة إعمامة بيضة لو سودة كلها إدبوك وأضم صوتي إلى مقدم برنامج بالحرف الواحد اللي قدم الأخ أحمد ملة طلال الرب يباركك ويبارك كل واحد شريف ما يسكت على كل ظالم يكفي العراق للجميع مو باسم أحد ولا باسم أي طائفة لو أي دين والله موجود حتى نعبده مو حتى نقتل لو نسلب باسم الله وباسم الإسلام نحتاج نسوي رقابة على الدين الإسلامي وعلى الخطابات الدينية اللي ينطيها الحق بالقتل أو الجزء أو التدخل الإسلامي في شؤون الدولة هي قوة بس يكفي أحكام الإسلام بقتل المسيحيين في الموصل وتم سلبهم بيوتهم وتم سب نساء اليزيديات لو يتم تحريرهم مقابل المال يعني مجموعة حرامية وسلابة وأريد أقولها للكل الكل حرامية يعني حاميها حراميها ويجبرون الأطفال على الشهادة وأن يكونون مسلمين ونشوف فيديو من برنامج بالحرف الواحد مع أخونا أحمد ويتكلم عن العراق يقول الدين لله والوطن للمسلمين هوية الشعب ضحى وهواية عدنا إيتام قبل كان عدنا صدام واحد هسا عدنا ألف صدام هذا ما أعلنوا أحد شيوخ العشائر أمام سماحة السيد عمار الحكيم وبعدها تم تهديد الشخص واعتداره أمام الناس والله أعلم شنو صار به وكل هذا باسم الإسلام المواطنين يعلنون رفضهم واستقبالهم لأي مرشح سابق للانتخابات ويرفضون السياسيين وأهل الإعمامة إذا سودة أو بيضة هل نرجو منكم خيرا بعد كل تلك السنوات من النهب والسلب من خيرات البلد والشعب ما شفنا بس الموت والقتل وهذا حال أطفال أغنى بلد بالعالم أيتام مشردين وهذا عار على الشعب الساكد وهذا عار على كل أبو عمامة لو طمغة وهذا عار على رجال الدين والسياسيين اللي موجودين بالعراق يجب محاسبتهم باسم القانون والإنسانية وكل هذا بسبب الأحزاب الدينية الإسلامية عندما يكون لدينا أكثر من خمسة مليون يتيم واثنين مليون أرملة ونسبة فقر تصل إلى خمسة وخمسين بالمية ونسبة بطالة تصل إلى ثمانية واربعين بالمية ونسبة عنوسة لجميع مراحل العمر المختلفة تعج بأربعين بالمية ونسبة الجهل والتشرط والتهجير وفساد وفشل الحكومة وسرقات الحكومة والأحزاب الدينية بين قوسين حرامية باسم الدين الإسلامي والدين الإسلامي محلل كل هذه الأمور بس لازم يروح يخمس يروح ينطي زكاة يروح يحج يروح يسوي عمره حتى الله يغسل له ذنوبه يجب تدمير ونزأ أسلحة الدمار الشامل من العراق ومن العالم الإسلامي للتعايش الإنساني بسلام دائم وهي الإعمامة البيضاء التي تخص الشيوخ من الطائف السنية والإعمامة السوداء التي تخص السادة من الطائف الشيعة وإزالة الشريعة الإسلامية والأحزاب الإسلامية والفكر الإسلامي الذي يحث على القتل والجزية وآيات القرآن التي يأمر بها قتل الإنسان والإنسانية باسم الله وآيات التكفير ومنع خطب الجامع من الشيوخ والسادة التي تحرض على الطائفية وعدم التكفير الآخرين ومنع صلاة الدعاء على الآخرين بس يكفي من ريد كتب الفقه بس من ريد الفكر الإسلامي بعد هذا نرجع وننتخب أهل الإعمامة لو واحد متعصب إسلامي خلونا نتوحد بصوت واحد لا وألف لا للمرجعية لا لكل الأحزاب الإسلامية لا لكل الميليشيات الإسلامية المواطن لا يستفاد المستفاد الوحيد هم الحرامية هو هو الرئيس المسلم وأبو الإعمامة والشيخ والمرجعية الإسلامية وإذا تناشد المرجعية تناشد بالحياة إذا كان السيد السستاني أو السيد مقتدى ولا يوجد رجاء من خلالهم الإيدهم مليانة دم دم الشعب وذلك بسبب سكوتهم وأتشرف بشخص وطني ومواطن شريف مثل الشيخ غيث التميمي اللي يحب الوطن شخص شريف تم تهجيره من الوطن ويطالب أهل الإعمامة بترك السياسة ورسالته إلى جميع الأحزاب الإسلامية هم سبب الفشل والسرقات مثل ما تكلم الشيخ غيث التميمي إلى المعمم أنت ما ميت على الحسين أنت ميت على الهريسة وأقصد على مال وليس على الشعب وهذا ما تكلم فيه مقطع من الفيديوهات في برنامج مع الأخ محمد الملة الحكومة والأحزاب الإسلامية وكل الملشيات الإسلامية فشلت فشل كبير ولا يتحمل هذا الفشل إلا المواطن العراقي يكفي يا أهل العراق قمنا نخاف من كل شيء بالبلد صبات وعمامة وقطع أرزاق وقطع أعناق لو تسليب باسم القانون وكل هذا باسم الإسلام يكفي يا مسلمين وإذا نتكلم بالحق يطلعون حرامية لو يركب براسك جريمة لأن حاميها حراميها كافي نخاف كافي خوف اللي راحوا مو أحسن منه الناس قامت تموت وبعدنا نخاف هسا جاء وقت الحق بعد ما يفي داعش هم الفكر الإسلامي وتعاليم الإسلام والقرآن وكل هذا بالدليل باسم الله أكبر ويستخدمون آيات من القرآن إذا تخاف انت حتموت وإذا ما تخاف انت حتموت على الأقل موت على حق أحسن من أنه تموت على باطل ودافع وتكلم بالحق مو تموت وانت جبان مع احتراماتي إلى كل إنسان وإلى كل الميليشيات الإسلامية اللي ما دبوك أكو ميليشيات حرامية ومرتزقة وكل الأحزاب الإسلامية والدولة الإسلامية هم فكر لديهم فكر متطرف طائفي يدعو إلى القتل والتدمير وهذا هو الفكر الإسلامي وكل هذا من خلال القرآن بآيات الحرب والجهاد في الإسلام ونرى هذا في البلدان العربية الإسلامية فقط وهذا أكبر دليل على أن الإرهاب من أين جاء هناك 164 آية حرب وجهاد في القرآن المشكلة الأكبر أنه معظم آيات الحرب تنسخ آيات السلم والتسامح فآيات السيف تنسخ من حوالي 121 آية والبعض يرجح أكثر يعني يتم قتلك وتسليبك وبعد هذا يتم مسامحتك هذا هو دين الرحمة المناقض لنفسه أحد أساليب الدعوة في الإسلام هو إجبار النصارى على دفع الجزية مقابل عدم دخول الإسلام وهذا يعني أما الجزية أو الإسلام أو الموت وإذا قلنا أن الإسلام يدعو بهذه الطريقة فإن أصبح الدين لصوص وقطاع طرق وإذا كان التفسير بهذه الطريقة يعني كل مسلم عندما يرى المسيحي ويأخذ منه الجزية أصبح دين انتهازي ولرب المسيحيين يريدون أن يدخلوا الإسلام عندما يخيرهم المسلم أما الجزية أو الإسلام ويدخل المسيحي في الإسلام لكن المسلم لا يريد أن يدفع الجزية لكن المسلم لا يريد ذلك سوف يقول له المسلم أريد الجزية لا أريد إسلامك عندئذ سوف يصبح دين سرقة بالسطو المسلح كما هو مكتوب في سورة التوبة لذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا موجود في سورة التوبة بعد السقوط قاموا يدورون منه الحزبي ومنه مع حزب البعث ومنه بالعراق يقدر يتنفس أو ما ينظم للحزب بذاك الوقت هسه قمنا ندور منه داعش ومنه مع داعش ومنه مع القاعدة ومنهم الإرهابيين بدل ما ندور كان من البداية حاربتوهم ما حد يتنفس الكل يسكت ويصير داعش واللي ما يبايعهم أو يطيعهم يتم قتله واللي ما يطيعهم وبس يسكت يتم سلبه بيته لو فلوسه لو زوجته لو أخته لو بنته واللي ما يسكت يموت وهسه تطبيق الأحكام الإسلامية وما نعرف ماذا سيحدث في المستقبل من الفكر الإسلامي وكل هذا والحكومة ساكتة لما تجي الانتخابات نسمع صوتهم وهذا هدف إبليس وعمل إبليس عدو الخير يريد يفرقنا ويتمقتلنا ويسرقنا كما هو مكتوب في إنجيل يوحنة إصحاح عشرة وعدد عشرة السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل كما يقول الشيخ غيث التميمي ويصدم رجال الدين القرآن هو سبب الإرهاب وهذه هي حقيقة مع اختلاف الأدوات والأدوار الإرهاب السني يفجر ويذبح بالسيف والسكين والإرهاب الشيعي يأتي مع الميليشيات والأحزاب الإسلامية هي مجموعة عصابات وحرامية ويقتلون بالكاتم والرشاشة وبإسم الدولة وأحب أشكر مقدم برنامج البشير شو اللي يقدم أحمد البشير على برنامجه البشير شو وفي أحد المقاطع اللي يتكلم من خلالها على أحد الميليشيات والانتخابات بطريقة ساخرة ونشكر الأخ أحمد على إيصال الحقيقة ونشجع في التكلم على هكذا أمور وهكذا نماذج مثل حزب الدعوة وحزب الداعية وأحزاب أخرى وبعد هذا يطلع السيد مقتدى ويقول أنا ضد الميليشيات الوقحة سيد مقتدى الميليشيات الوقحة هي من ضمن ميليشياتك كانت مع ميليشياتك وأهل الإعمامة والدولة والحرامية اللي موجودين اللي ما قد موشيه إلى هذا اليوم بس موت وتهجير يعني النسوان أرامل وأمهات تبشي على أولادها وأيتام وباقي الشعب مهجرين ولاجئين خارج البلد ويسأل الشيخ قيس الخزعلي الذي كان يقتل العراقيين من السنة والشيعة والمدنيين حسب كلام السيد مقتدى أن يرجع مع السيد مقتدى يطلب سماحته ومسامحته وطبعا ما ننسى السيد المجاهد قيس الخزعلي اللي شارك في الجهاد ويتكلم عن الميليشيات الوقحة هو أيضا وشيخ واثق البطاط وجلال الدين الصغير ولا ننسى السيد عمار الحكيم وغيره وغيره مع الأسف العراق ضاع العراق بيد الفاسدين ويقولون نحاسب الفاسدين ومن ضمنهم العبادي اللي طالب بمحاسبة الفاسدين وهناك علامات استفهام على هذا الرجل الذي هو غارق في الفساد والرشاوي خلونا نتوحد خلونا نبني جيل جديد عراق جديد شباب مثقف بدون طائفية أو تحزب نعطي فرصة جديدة ونحاسب كل اللي سلب فلوس العراق والشعب العراقي وكل قطرة دم من أبناء العراق الشعب بعد ما يسكت مثل ما قال الشاعر ما وصيكم ارجع ان تخب ويسكت على كل واحد يتاجر بيكم مثل ما قال أحد المواطنين الكل يبوق الكل يسرق سني وشيعي حتى العمامة دبوق حتى السادة شلع كلها دبوق وقعت برأس الفقير وهناك أمراض وهناك فقر وهناك مليارات مسروقة وعاطلين عن العمل والتخلف نحتاج إلى بناء جيل جديد أو مثل ما يقول الأستاذ فائق الشيخ أنا لا شيوعي ولا بعثي إني ليبرالي مدني أدعو إلى المدنية يعني بين قوسيا التحضر وليس التخلف أي الإسلام هو فكر التخلف نفصل بين الدين والسياسة نفصل بين كل رجال الدين والسياسيين وكل قوانين الإسلام التي في قانون العراق والشرق الأوسط خلونا نصلي إلى العراق وأهل العراق والحكومة الجديدة أو أي سياسي في الدولة وذو سلطة يكون قلبها على العراق والشعب العراقي ويساعد المساكين والمحتاجين يكون شخص يدعو باسم الإنسانية وليس باسم العنصرية والدين يكون شخص يفصل بين الدين والسياسة يا رب نصلي باسمك ترحم شعب العراق يا رحيم يا معزي الحزانة ومقوم الساقطين وشاف المنكسرين يا محرر المقيدين أنت يا رب الشفية الوحيد يا يسوع المسيح أنت سامع الصلاة والمعزي الوحيد يا قدوس آمين ربي بارككم أعزائي المشاهدين نعمة الرب يسوع ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم نساعة مجيئه بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة